هنتكلم النهاردة عن ظاهرة غريبة جداً وهي ظاهرة البرق والرعد أكيد كلنا طبعاً عارفين إيه هي ظاهرة البرق والرعد دي بس تفتكروا إيه سببها وبتحصل كده إزاي وهل هي خطر ولا لأ ده بالإضافة إلى إن الموضوع مرعب جداً لما بتكون سمع الصوت أو شايف وتحس إنك قريب أو تكون في مكان عالي وقريب طبعاً بيبقى يانها الرعب عزيزي المشاهد بيقولك البرق والرعد دول هم ظاهر طبيعية جداً بتحصل على سطح الكوكب اللي على شكل بيضة اللي إحنا عايشين في ده والعلماء طبعاً ما سكتوش وبتدوا إن هم يفسروا إيه هي ظاهرة البرق والرعد دي وطبعاً الناس كلها ملاحظة إن الاتنين دول دايماً مرتبطين ببعض يعني لما بيحصل برق لازم يدبعه أو يحصل بعديها رعب وقبل أي تفسير لازم نعرف كل ظاهرة منهم بيقولك يا سيدي إن البرق هو عبارة عن ضوء عالي قوي ومخيف بيظهر في السماء فجأة وفي الأغلب بيحصل في أيام فصل الشتاء بس الفكرة بقى فين إن الضوء ده بيحصل نتيجة استضام صحب بتبقى شايلة شحنات كهربائية مع أسحاب تاني بيبقى شايل شحنات كهربائية موجب برضو فإديله موجب في موجب يحصل اللي بيحصل ده يعني بمعنى أصح بيلبسه في بعض فبيطلعه شرارة ضوئية كبيرة جداً بيعملوا بوم في بعضه يعني من الآخر وطبعاً بعد الضوء القوي قوي ده لازم يحصل صوت اللي بيقوله عليه صوت الرعب ودايماً بيحصل بعد البرق بشوية حلوين كده وكل مرة الصوت بيبقى مختلف مرة عادي مرة عالي مرة قوي قوي مرة ضعيف قوي على حسب بس بتعتمد قوة الصوت ده على طبيعة البرق في وقت الحادثة بتاعتهم اللي بتبقى فوق يعني أول لما بيلبسه في بعض ياب برق بتلاقيه قوي قوي ويخوفك وبالتالي بتلاقي صوت الرعب قوي قوي ويخوفك برضو ياما بيبقى الاتنين ضعفانين كده وطلعوا عليهم أسامي زي البرق الهزيم والصعقة ملناش دعوا احنا بالقصة دي الفكرة بقى تعالوا نعرف ازاي بيحصل البرق والرعدة أصلا هو الموضوع كله في حدوث البرق ده أو في ان البرق ده بيحصل هو ان الطيارات الهوائية بتحاول عزل الشحنات الكهربائية السلبة السفلة عن الشحنات الكهربائية العليا وده بينتج عنه تفريغ كهربائي وبيحصل على شكل دوق أما الراعد تفسيره فيزيائيا بيقولك انه هو بيبقى زيادة مفاجئة في الضغط ودرجة الحرارة في الهواء وده بينتج عنه تمدد كبير وطبيعي للهواء والنتج بتاعهم موجات على شكل صدمة كهربائية صوتية فجائية واللي نعرفها باسم الرعد عزيزي المشاهد بيقولك بقى بتوصل سرعة البرق ده في خلال الثانية الوحدة لميات من الكيلومترات يعني ممكن توصل لحوالي 250 كيلومتر في الثانية الوحدة وطبعا فيه ناس كتير جدا بتربط البرق بالرعد يعني المفروض ان الاتنين يوصلوا فوقت واحد او هو ده تقريبا اللي بنشوفه في الافلام وده غلط جدا بس فيه معلومة غريبة الحقيقة انا لحد دلوقتي بحاول افهمها ان فيه ناس بتفكر ان البرق والدوق اللي اتنين بنفس السرعة المفاجأة بقى هنا ان الموضوع ده غالب يقولك البرق بتبقى سرعته لتحت في اتجاه الارض فبالتالي بتكون اكبر من غيرها ولكن برضو بتبقى اقل من سرعته الدوق تفسيرها علميا ان هو بيقولك في عملية التفريغ اللي بتحصل اللي بيبقى جواها الكترونات على فرق الجهد الكهربائي بسبب تصارع زرات الالكترونات وده بفعل المجال الكهرابي اللي تولد بسبب فرق الجهد والعملية دي مابتحصلش اللي مرة واحدة واراهنكم كنتوا فاهمين حاجة لان انا نفسي مش فاهم بس اللي انا معرفته ان البرق ده هو الضوء اللي بينور فجأة ده وناتج من تفريغ الشحنات في الجو حلوة اوي المعلومة دي خلاص كده لكن الرعب ده الصوت اللي بيصاحب تفريغ الشحنات في الجو وبنسمع طبعا صوت الرعب بعد شوية وقت من لما نشوف البرق وده ليه علشان خاطر ده ضوء وده صوت والضوء اسرع من الصوت الاغرب بقى بيقولك ان البرق ده فوائد الفوائد بتاعته انه بيحول حبات الرملة لازاز وده بسبب الضغط والحرارة من الشرارة بتاعت البرق لما بيدرب البرق ده المناطق اللي فيها رملة وبيسموا الازاز ده باسم ازاز الرملة على اساس ان اساسه رملة يعني وبيقولك ان البرق بينظف الجو من الميكروبات والاتربة والجرسيم اللي بتبقى ماشية في الجو طول الوقت بحيث ان شرارة واحدة من البرق ده كفاية ان هي يتموت كل الحاجات دي وبيقولك البرق ده بيعمل لنا قسمدة طبعية اللي بتتغذى عليها النباتات حتى كيميا بقى انما ايه عنب ان هو بيقولك الشرارة بتاعت البرق ده بتولدها الضغط والحرارة اللي بيحول غاز النيتروجين وده اللي هو متوفر في الهواء لحمد النيتريك واكسيد النيتروجين والله العظيم ما انا فاهم اي حاجة بس هو حاجة حلوة اللي مش حلوة بقى في الكلام ده كله هو حجم الرعب لما البرق والرعد دول يبقوا على الارض يعني بمعنى اصح ان ممكن يأذو بني ادم هسيب لكم كام لقطة كده في اخر الفيديو اتفرغوا عليهم والمهم ان بعد كل ده ما تكلمتش عن المطرة اللي انا اصلا كنت عايز اتكلم عليها ان انا اصحى من نوم الاقي نهر النيل تحت السرير ده كده بموضوع بقى في حاجة غلط وانزل الشارع ما يتبقى وصلالي لحد رغبتي ده كده برضو حاجة مش مظبوطة بس يلا قدين عرفنا فايدتين حلوين للبرق والرعد وطبعا عزيزي المشاهد ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير وشكرا بجد على دعمكم لا يا جماعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة